بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل وسلام حضراتكم معكم هانس الاشعراوي من قناة الفون الجميلة والفون التطبيق النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنكمل محاضرات الزل والنور النهاردة عندنا زل المنظور عندنا بقى الرسمة دي تعالوا مع بعض نشوف هنرمي عليها الزل ازاي يلا بنا طبعا عندنا الرسمة هي بالشكل ده هو مدينا شوية حاجات هنا مزبطها لنا يعني او مبسط لنا عملية هنكمل احنا بقى بيتها ازاي هنا عندي لازم اجيب الارضية دي جماعة شايفين باجي هنا على وكامل ده دوتت من منظر ده كده عشان اجيب الارضية تمام تمام من فوق هنا نفس الفكرة برضو ده اهرب على عشان اجيب السقف بتاع الجزء ده تمام كده هنجي بقى من فوق من هنا شايفين يا جماعة على دي على بالشكل ده كده هتديني النقطة التقاطع دي هننزل بها هنا هتديني الارضية بالشكل ده جماعة يبقى دي الارضية اهي وده السقف بتاع الجزء ده تمام كده تمام بقى دي النقطة دين دول مهمين دلوقتي هنشوف هنعمل بيما ايه اول خطو بقى هناخد ده كده خط قفك بالشكل ده وزوي خمسة وارباين اول مائطة هنا نبتدى نهرب على الفي وان عشان الخط ده متهرب يبقى ده يتهرب زي اهو لحد ما قابلني مستوى قابلنا مستوى اهو تمام كده كل الموضوع ان انت هتوصل النقطة دي بنقطة دي على طول مش هتاخدها زي خمسة وارباين او تقلق خمسة واربين كده غلط انت بتوصل النقطة دي بالشكل ده تمام كده تمام اللي هو يعتبر اي ميل لان ده بي من برده بفوق حاجة زي كده هنشوفها دلوقتي المهم احنا هنلون ده كده بالنون اصفر اهو هنخلي بقى المرة دي الزل الزيت في الاخر خالص تمام كده عشان ما تلقفنش عشان انا عايز اللوحة طبعا نضيفها قدامي عشان نشوف الخطوط بتاعتنا تمام بس ما تنساش طبعا الزل الزيت ده لازم يتعامل المهم انا خلصنا من الجزء ده تمام نيبعد كده عايز دي زاوية خمسة ربين من هنا زاوية خمسة ربين اهي وخط افك بالشكل ده هتعطى بس نقطة نهربها على زاوية خمسة ربين من هنا وخط افك لو شو لك مزبوطة بقى كده تمام جدا كده اديه تمام اهو تمام هنا بقى المفروض شايفين الجزء الوردة تمام لازم برضو ناخد منه وخط افك بالشكل ده هنا وناخد من دي كده خمسة واربين اهي تمام هيدينا شايفين نقطة اللي في الظهر دي عشان كده مردد شلون يا جماعة عشان هنا اهو شايفين نقطة دي هنوصل بقى النقطة دي بدي هنوصل نقطة دي هي كده كده جاي متهربة هي يعني حتى لو حطناها على الفيتو جات خلص تمام اوكي كده تمام يبانا عندي الزل ده اهو هنيجي بقى للجسم ده كده الكتلة دي بصة باش ما نسق الخط بتاعها هو كده كده من دون الحد الارض اهو هنمشي بيه افك اهو زي ما احنا شايفين هنيجي من فوق زاوية خمسة واربعين تمام هيدي لنا النقطة دي اهي تمام الجزء اللي ورد اهو هناخده برضو زاوية هناخد وخطه مستقيم بعد كده زاوية خمسة واربعين هتعطى معين في النقطة دي تمام كده كده جات متهربة تمام كده بقى كده تمام نيجي بقى كده هرب على الفيتو اهو اللي هو الظهر بتاعه طيب واحد قولة احنا اجرنا جابين دي ليه بص باش مهانس كنا جابين دي ودي عشان كده هناخد من هنا خط افك اهو تمام كده وناخد من فوق هنا زاوية خمسة واربعين هي طبعا جات خلاص جات في الظهر ايه جات ايه في الظهر فكده كم استخبية بقى انت لو هربت كده تمام زي الفل كده ما فيش مشكلة خالص بس كان لازم ايه لو رهيلك ليه جبنا الارضية وجبنا السعب اللي هي الظهر بتاع المبنى لازم ناخده زاوية خمسة واربعين برضو نشوف الزل اللي وصل فيه ونديها برضو اللون الاصفر ده مش المفروض ده يا جماعة ده رمز زلا هنا كده ده رمز زلا على دي فبناخد دي خط افك بالشكل ده اهو وننزل بيه كده وبعد كده بنمشي افك هات لنا ايه نفس الشكل اللي احنا جبناها من تحت خلاص كده يبقى انت لو جبتها من فوق او من تاعت الاتنين صح يعني انت ممكن رحادي مش كده امشي افك وانزل رأسي وامشي افك شوف ادتنا نفس الخط انا بس كده سيبتال الاخر عشان اقول لك برضو نديدة نتيجة برضو تانية طيب يبقى في الحلقة دي هنا هتدي رمز زل فين على الجزئية دي كلها اهي تمام كده جماعة كده كده ده هيبقى عليه زل زاتي ما تلاقش كل الجن بتاع زل الزاتي هنخليه في الاخر يعني اصلا دي مفروض هتبقى البلنون لا زرق اصلا مش بالاصفر عشان عليها زل زاتي انا هي مني الحتة اللي فوق دي ان الجسم ده رمى زل على البسطة دي تمام نيجي بعد كده نمزج بقى التاندة المظلة بالشكل ده زل التاندة اول حاجة لازم نسكتها كده الارض اهو بالشكل ده جدا جماعة اهي تمام وناخد منها خط افق بالشكل ده لحد ما قابلني اي مستوى اهو قابلني المستوى ده شايفين النقطة دي نطلع بها بالشكل ده تمام تمام هناخد بقى من هنا كده زي وخمسة وارباين تمام ومن هنا خمسة وارباين ومن هنا خمسة وارباين تمام كده عشان الجنب ده هيرمزل هنا اوكي تمام بص احنا طلعنا ايه هنطلع بدي رأسة كده اهو اللي هنطلعنا بها رأسة اهي صح اضعت معي في نقطة اهي شايفينها تمام مش ده متهرب على اهو يوان هرب ده على اهو بالنقطة دي ونطلع بها بالشكل ده ماشي بس دي شايفين النقطة دي لازم نوصلها بدية على طول يبقى ما فعش زل على كده زل على الهواء لازم زل ده يجي على حيط اهو فبنجي من هنا كده بنوصل النقطة اللي هي اي مال بتوصل النقطة دي اللي هي نقطة التقطع ده مع ده تمام كده هنلونها هتبان معنا على طول ايه شايفين تمام يبقى لازم الزل على الحيطة ومش على الهواء لو انا وصلت لازم بتاكده بكده فيه زل على الهواء هنا صح كده 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 دي لها زل زيتي مالناش جاوبي دلوقتي ممكن نمسح بس الحتة زيادة كده شانا مقارفين النقطة بتاعتنا فين نهاية ممكن برضه حدد لك النقط دي نقطة اللي هنا خدنا بها التاريب ودي نقطة هي اللي هي بتاعة دي صح كده ودي الاسقاط اللي هي نقطة دي خدناها افقي وطلعنا بها رأسي قطعت هنا اخدنا زيه خمسة اربعين وهربناها اوكي تمام كده احنا جبنا زلتنا انت فاضل بقى يزل للباب بصة باش مهانس الباب برضه هناخد من هنا كده خط افك اهو حد ما قبل مستوى نطلع بيه خط رأسي وناخد زل زيه خمسة اربعين من هنا هادينا النقطة نهربها على بالشكل ده وبقى كده نديها برضو اللون دا صفر اهو يبقى كده زل الباب فاضل بقى زل الجزء ده وفاضل الجزء ده تمام كده تمام طيب نمتدي بقى نمسك الاول ده الاول وبعد كده نمسك جزء ده بصة باش مهانس هناخد دي ننزل بيها رأسي اهو حد ما ايه توصل اي مستوى وناخدها افكي بالشكل ده يبقى انا بنتهي عشان اجيب اصلاح اهو اخد افكي وبص قطعت فين خلي بال حضرتك قطعت هنا اهو قطعت في النقطة دي صح كده تمام نطلع بيها خط رأسي اهو تمام هندسة خلي بالحضرتك اهو من هنا خدنا خط افكي قطعت هنا في نقطة اتلعنا بيها رأسي اهو هتقل عليها يا جماعة ماشي تمام انا عايز مين بقى البشمانسي الخط ده صح مش ده اهو اداني نقطة خلي بالحضرتك ده النقطة اهو تمام كده تمام تمام كده تمام شايفين بقى النقطة دي هنوصلها بايه بدي مش قلنا ان الجسم ده هيرمي زل على الحتة دي لو سبناه كده هورامي زل على الهوى يا باش موانت صح لازم يرمي ايه زل على الحتة دي فبنوصل النقطة دي بالنقطة دي خلاص زي ما عملناها في السلمة دي صح زي دي بالزبط اوكي تمام طيب بعد كده هنشيل بقى او النقط ده بس كده هنخلي واحد منقط تمام بص هنلونها باللون الصفر عشان تبقى نعارف ان انا زل اهو ده الزل بتاعنا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا لو ما فيش تاعة انت مش هنا كنا بنمشيها خالص كده او ده الارتفاع بتاعها يبقى كل ده زل اوه. كل ده هندسة زل اوه. تمام ده يبقى في زل. هتبقى لحضرتك بس انا هعمله باللون لازلة عشان هيبقى زل زاتي. تمام كده? تمام. بص احنا عملنا ايه? كل الزل ده. فاضل بقى ايه? الحتة دي. دي انا اخدها برضو. خط افك اهو. خلي بالحضرتك اوه. خط افك اوه. زي وخمسة واربعين. اتعتها معي في نقطة. تمام? هاوصل ايه? اهربها. مش اللين ده متهرب اهو. اهربها على الفين. بص دخل مع الزل بقى ده. دخل مع الزل ده. شايف اللي هو ده? اهو. يبقى كل ده الزل بتاعنا اهو بالشكل ده. تمام كده? يبقى احنا كده خلصنا الزل نفسه على الوجهة. وعلى الارضية فاضل بقى الزل 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 هنعمل بنو النزرة اهو. يعني الزل الزل قلنا الزل 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 اللي هو اللي هو ضهر الجسم. هي تنطس روب في ون. كل ده اهو. ده اسمه الزل الزل الزاتي. شوف هنا الجنب ده هول. حتى البطنية بتاعت التن ده برضو لونها ازرق اهو. الباب نفسه اهو اهو ادي الزل 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 بتاعه اهو بالسقف بتاعه. الكتفي ده اهو. يبقى كده خلصنا من الزل الزل الزل. بالشكل ده جماعة. تمام كده? دي كمان عليها زل الزاتي. تمام. يبقى كده الزل الزاتي هون رجعوا. كده تمام. كده ما فيش حاجة نقصها. وكده يا جماعة يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو اعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس اللي هسألوا بكل جديد نورتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة